في الستوديو ينضم إليه الخبيل الاقتصادي دكتور مصطفى البرزكان دكتور مصطفى أهلا وسهلا بك في الواقع لاستؤدير من أين أبدأ ألمانيا تبدو من أكثر إذا لم تكن الأكثر على الإطلاق ثباتا بين دول الاتحاد الأوروبي قصديا كيف تؤثر أزمة اليورو بالواقع الفعلي على الدول الأكثر ثباتا مثل ألمانيا نعود إذا ما طرحت أنه التصنيف الاعتمالي هذا التصنيف الاعتمالي لأول مرة يكون التصنيف الاعتمالي ضمن التوقعات لألمانيا لماذا؟ لأنه ليس لتوقعات سلبية للاقتصاد الألماني بحد ذاته وإنما للمسؤولية المالية ستتحملها أو يتحملها الاقتصاد الألماني والاقتصادات القائدة لمنطقة اليورو نتيجة للعباء التي ستضعها عليها الدول الجنوب منطقة اليورو فهذه لأول مرة يكون تراجع التصنيف الاتمالي هذا السبب ولذلك أنا أعتقد أنه ألمانيا الآن أصبحت تحت ضغط كبير ليس ألمانيا فقط والاقتصاد الألماني وإنما حتى المستشارة الألمانية نرى أن هناك من يوجه أصابع الاتهام إلى أن سياستها المالية والاقتصادية ستسعود سلبا على المواطن الألماني فأنا أعتقد أن هذه التصنيفات وهذه التوقعات السلبية ستدفع المستشارة الألمانية والاقتصاد الألماني لعادة النظر بتحملهم مسؤوليات الأزمة الديون في اليونان وإسبانيا نعم ولكن الحديث عن مفهوم التصنيف الاقتمالي في حد ذاته هذا يعني وصحيح أن كنت مخطئة دكتور مصطفى تقنيا أن الدولة التي يخفض تصنيفها الاقتمالي لا تستطيع أن تقترض مبالغ كبيرة من المال مثلا من الاتحاد الأوروبي أو من الجهات المقرضة في العالم بفوائد ضئيلة هذا صحيح هذا هو صحيح وهو التصنيف الاقتمالي وهو يعكس رأي الأسواق والمستثمرين بالدولة وبسياسة الدولة المالية والاقتصادية وبتوقعات المستثمرين والأسواق للقادم للحال والمستقبل هل يعكس ذلك خوفا من اضطرار ربما الاتحاد الأوروبي لمساعدة دول أخرى غير إيطاليا وأسبانيا واليونان أنا أعتقد أن الآن الضغوط هي على اليونان وأسبانيا ولكن قضية اليونان أصبحت قضية مختلفة عن إسبانيا الأسباب مختلفة صحيح النتائج تبدو مشابهة ولكن الأسباب مختلفة أنا أعتقد الآن كأنما نشعر والأسواق وحتى الحكومات تشعر أن قضية اليونان أصبحت خارج دائرة الضغو بمعنى تحصيل حاصل هناك توقعات اليوم توقعات ألمانية بخروج اليونان من منطقة اليورو الآن تدارك الأمر بالنسبة إلى إسبانيا فأنا أعتقد إسبانيا لا ننسى أنه هي رابع اقتصاد في منطقة اليورو ويستند اقتصادها على صناعات تختلف عن اليونان أزمة اليونان هي أزمة ديون سيادية في إسبانيا هي نتيجة تفجر فقاعة العقارات وهناك أزمة لديون المصارف فأنا أعتقد أنه الحالتين مختلفتين ولكن بالنتيجة سيكون هناك مسؤولية على ليس ألمانيا فقط إسبانيا لكسنبورغ هولندا والنمسا أيضا يبدو لي أن هناك ربما حلين أمام ألمانيا والدول الكبرى ربما أحدهما هو أن يكون هناك امتصاص للكلفة المرتبطة بتقديم المساعدات للدول المتعثرة والآخر هو قضية مركزية تعامل الاتحاد الأوروبي أو منطقة اليورو مع الدول التي هي تحت مظلة هذه العملة أتفق معك ولكن دعيني أوضح نقطة للمشاهد الكلمة وهذه أنا أقولها من خلال منبركم منذ أشهر إن لم أكثر من سنة وهي أصبحت الأسواق المالية هي التي تتحكم بالقرارات السياسية والمالية للدول وليس العكس على سبيل المثال القمة الأخيرة التي عقدت يوم 29 ثلاثين من الشهر الماضي كان يمكن أنه تتدارك هذا الأمر وتغير أسلوب التعامل يصبح القرار المالي والسياسي هو الذي يسير الأسواق ولكن الحالة لم تتحقق لماذا؟ لأنه كان لابد أنه يضع على عاتق منطقة اليورو وهي استخدام آلية الإنقاذ الأوروبي لم رفضوا لماذا؟ لأن الحقيقة هي غير ما موجود على الأرض هل صحت رؤية بريطانيا بشأن مخاوفها من تقديم دول منطقة اليورو وهي طبعا خارج العملة للكثير من المساعدات هي كانت لها رؤية بريطانيا أن ذلك لا يجب أن يحدث وأنه لا ينبغي مساعدة الدول بهذه المبلغ الكبيرة هل صحت إذن رؤية بريطانيا؟ جانب كبير من الصحة وهذه الرؤية ليست بريطانيا فقط هناك أيضا دول أخرى تعترض على أسلوب إدارة منطقة اليورو وعلى أساسيات تكوين منطقة هذه المنطقة ليس هناك قواسم سياسية وقرارات سياسية لهذه المنطقة فأنا أعتقد الأزمة ستتواصل والمشكلات ستستمر شكرا جزيلا لضيفي بالستوديو هنا الدكتور مصطفى بازكان الخبيل الاقتصادي شكرا جزيلا لك الدكتور مصطفى مشاهدين كانت هذه أبرز الموضوعات لا تلافت شكرا جزيلا لك